ايقونة فنية وانسانية ايضا بجد انا سعيدة وكل مرة بشوفها بحس بسعادة وفخر جدا جدا لانها او لان كتير من الستات ما بتقدرش تعمل التوازن بين البيت والشغل بانها تكون ست نجحة ومبدعة نجحة وتنجح في الاتنين وكمان مش كتير من الستات بتعرف تشتغل في نفس المهنة مع جزها وتنجح لكن هي مهما كبرت تفضل حطها في مكانة الاستاذ تفضل حطها دايما قدامها وهي التلميذ هي شخصية وحالة انسانية وانسانة يعني فيه كامل ومنتهى الروعة والرقي ونموذج للمرأة النجحة والمرأة اللي فيها مثال وفيها قدوة قدمت اعمال فنية مش ممكن طول الوقت هي اعمال لا نمل منها بالعكس احنا بنسعد بها طول الوقت ونحتفي بها طول الوقت مين فينا ينسى الليل واخره حضرة المتهم ابي يا ورد مني الشريك كمان كانت نموذج للمرأة النجحة في بيتها فبتقدم مصلحة الاسرة والبنات والزوج على مصلحة العمل والجميل ان هي بعد نجاحها كمخرجة فضلت تشتغل مخرج منفذ مع جزء الواضح نواة شخصية رائعة ايضا المخرج الكبير احمد توفيق وتشوفه الاخر يوم في حياته الاستاذ اللي تعلمت منه الكتير وتبقى هي التلميذة ولكن هي بالنسبة لنا الاستاذة والايقونة والمثل والقدوة يعني انا سعيدة جدا 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 حضرتك معنا نهاردة انا متشكرة جدا على المقدمة الجميلة اللي انتي قلتيها من مذيعة زيك رقيقة وبتعرف تكرم ضيوفها حضرتك دايما بتكرمينا بكل الادعاية اللي قدمتها واللي ان شاء الله تكملي وتقدمي وكمان كانسانة خليني يعني اقول لحضرتك ان انا لما شفتك في الاحتفال بتاع مدينة الانتاج الاسبوع اللي فات وانت بتكرمي كنت سعيدة جدا 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 وحاسة ان هو يعني تكريم جيه في وقته وطبعا هو تكريم مستحق طول الوقت احساسك ايه بالتكريم باللحظة دي؟ والله انا سعيدتي جدا لانه من جهة محترمة مدينة الانتاج اللي انا شرفت بعمل افتتاحها بتكليف من الوزير السابق صفوة الشريف والاستاذ العظيم عبد الرحمن حرفت وعملت الافتتاحية الجميلة دي وكان معايا طبعا الاستاذ عمر الليسي اللي برضو هذا الرجل لن يعود في الانتاج بصراحة يعني فعملنا الافتتاحية وبعد كده بدأت اشتغل هناك في الفليلة كان معايا مهندس اسمه اشرف ما ساب ليش اقول له ايه احلم وهو يحقق لي الحلم اقول له عايزة اعمل غبات يقول لي فيه تعالي شوفي اعمل عايزة اعمل سوق فضيع في الفليلة يقول لي تعالي فيه اه شلالات كل الاماكن وتوالت ده كان في اوائل المدينة بعد كده عملت الليل واخره محدش يصدق يعني انا عملت اه قطر فيهم في السجد وقطر تاني صورته في المدينة الاطر بمحطة الاطر ب انا خلا ما حاك صورت في اطر الاطر الحقيقي فعلا اللي رايح للصيد ايوه ايوه يعني ما حدش جاله اي احساس ان ده مش عطي خالص الحقيقة كان العمل اللي دي كور الاستاذ سيد انور كان عظيم والله احنا بنحييم جميعا كل الحركة ذكرتينهم اه وعسام فريد اللي عمل اضاءة استاذ كبير جدا فدانا الاحاقات بتاع الفلاشات بتاع تلاطر وانه ماشي ازاي وكان اهه عمل صعب جدا يعني كتبوا الاستاذ محمد دلال عبدالقوي اسمحي لم نحن نمس يعني ونقول له وحشتنا ومفتقدينك انت مش رائع عادي انت سوبر رائع اه والله اه والله وعملنا بيت رو حايم والجامع والحارة اللي فيها عبق سيدنا الحسين لانه كانت مفروض جي حارة في سيدنا الحسين ما خلي نشحة حتى القرى حتى الترب اللي هي احنا بننهي المسلسل يعني كل التصوير ده في مدينة الانتاج؟ مدينة الانتاج مدينة الانتاج